هذا الفيديو عن سيارة يوتا بريوس 2016 الجيل الرابع بتصميمها الجديد كليا حيث تم عرضها ليلة أمس على الرابط التالي في لوس أنجلس حيث يمكن مشاهدة هذه السيارة وتم وضع الكثير من الصور لهذه السيارة تصميمها الجديد ولم يتم الإفصاح عن ومصروف البنزين لهذه السيارة لحد الآن لكن كما نشاهد الشكل العام للسيارة قريب جدا من تصميم الجيل الثاني لسيارة تيوتا بريوس من سيابيتها وكفائتها في التقليل من احتكاك الهواء أثناء القيادة كما نشاهد التصميم من الأمام تغير كليا في الأضواء الأمامية والكشافات والغمازات تم إضافة هذه الفتحات لتمرير الهواء للماتور ومحافظ على كفاءته بشكل أفضل وتبريده بشكل أفضل أيضا مما يحسن مصروف البنزين للسيارة ووضع هذه الأضواء الأمامية وهي Adaptive Headlights حيث يتم تحريك هذه الأضواء أثناء التفاف السيارة وأثناء قيادتها على زاوية أو التفاف معين كما نشاهد من الخلف تم المحافظة على الصندوق الخلفي المصنوع من الزجاج المحافظة على الرؤية بشكل أوضح من خلال المرآة الخلفية وتم تغيير شكل الأضواء الخلفية أيضا والصندوق الخلفي للسيارة كما نشاهد هنا يوجد متوآت بسيطة في تصميم السيارة هنا وهنا أيضا وهذه المتوآت تحافظ على Center of Gravity للسيارة واتزانها بشكل أفضل أثناء القيادة على الطريق مما يعطي السيارة كفاءة عالية وثبات على الطريق أيضا كما نشاهد هذه بعض الصور من الجهة الجانبية للسيارة ومن الجهة الخلفية أيضا حيث تم وضع هذه LED lights على جانب الأضواء الخلفية لإعطاها شكل جمالي أفضل للسيارة وهي قريبة جدا من تصميم Dodge Charger وبعض هذه السيارات التي تستخدم هذه الإضاءات لإعطاء جمالي أكثر للسيارة هذه صورة من الأمام للتصميم الجديد هو شكل جميل جدا وجديد لشركة Toyota وبالذات Toyota Prius جيل الرابع شكل الأضواء نلاحظ وجود بعض المتوقات هنا لعكس الإضاءة بشكل أفضل على الطريق وإعطاء إضاءة أفضل للسائق أثناء البيادة والتقليل من العدسات الموجودة في الإضاءة الأمامية أيضا إلى عدسة واحدة بدل عدستين أو ثلاث في الجيل الثالث نلاحظ هنا أيضا أن الأضواء الخلفية تحتوي على هذه النتوءات في الإضاءة الخلفية لإعطاء إضاءة أفضل وعكس الضوء بجميع الاتجاهات لملاحظته بشكل أسهل من قبل السيارات الموجودة في الخلف وأفضل شيء في هذا التصميم هو التصميم الداخلي التصميم الداخلي تم تغييره كليا وهو برأي رائع جدا ومتقدم جدا وحضاري وشكل رائع للسيارة من الداخل حيث يمكن ملاحظة أنه تم استغلال المساحة الموجودة أمام السائق هنا ممكن وضع الأغراض والأشياء هنا على السيارة بشكل أفضل تم تغيير أماكن التحكم بالراديو والفوليوم والتليفون إلى الكبسات الموجودة هنا أيضا تم إلغاء الجسر الموجود في وسط السيارة في الجيل الثالث وتم العودة إلى الجيل الثاني مع إعطاء مساحة أكبر على جانب السائق هنا لوضع التليفون والقهوة وما شابه ذلك أكواب القهوة ووضع الأرم رست على مسافة بعيدة نسبيا إلى الخلف لإعطاء مساحة أكبر للسائق والباسنجر الموجود بجانب كما نلاحظ هنا هذه الشاشة الوسطية للسيارة وتحكم في المكيف ودرجات الحرارة من هنا أيضا تم وضع الجير في وسط السيارة كما كان في الجيل الثاني من تيوتا بريوس وليس كما كان موجود في الجيل الثالث بعض الصور الإضافية يمكن ملاحظة التحكم بالهاتف موجود على هذا الزر هو التحكم بالرادار الأمامي موجود على هذا الزر ووجود Back Button وهي العودة إلى الخلف والتي كانت من أكثر المتطلبات التي لاحظها الناقدون في الجيل الثالث وجود Back Button للرجوع للخلف أثناء اختيار المنيو في السيارة وهنا Voice Command أوامر الصوتية إغلاق التليفون وفتح التليفون هنا أيضا شكل آخر للسيارة باللون الأسود تم إلغاء الموض للقيادة حيث يوجد موض واحد للقيادة وهو Drive Mode و EV Mode و Electrical Vehicle Mode وهو القيادة بشكل كهربائي بدون بنزين هنا يوجد Wireless Charger حيث يتم وضع التليفون على هذه الباد هنا ويتم شحنه لاسلكيا يجب أن يكون التليفون مصمم بهذه الطريقة وكمبتبل مع هذه التكنولوجيا لسماح له بالشحن بدون أسلاك Wireless Charging وهذه البطنز High Low لكرسي الجانب السائق وكرسي السائق أيضا وهي تدفئة وتبريد الكراسي الأمامية للسيارة وهي إضافة جديدة حيث الإضافة السابقة في الجيل الثالث كانت تدفئة الكراسي فقط بدون تبريد فالجيل الرابع يسمح بتدفئة وتبريد الكراسي الأمامية للجيل الرابع من تيوت تبريوس هذا هو ملخص السيارة الجديدة شكرا جزيلا لإستماعكم وأرجو أن تعملوا لايك، سبسكرايب، وشارك الفيديو ومتابعتنا مستقبلا لأحدث الفيديوهات على هذا اليوتيوب تانيل سمارت فاس، شكرا جزيلا لكم